السلام عليكم تابعين الغنيين يعطيكم العافية أنا موجود في مدينة الظهرية جاي أشوف عيادة دكتور عادل أبو شر موسيقى أنا المدعو نصور نصار في ناس من كهربان أصحابي كانوا جايين هون قبلي ونصفوني بهذا الدكتور وتعالجوا عنده وأنا تشجعت وأجيت له عندي دكتور كيف حكولي لقيته يعني يعني كمان المعاملة جدا مميزة عنده وكل احترام للدكتور عادل اللي شهرته صارت عندنا بالشمال يعني منتشرة بشكل سريع أنا فامي بجبارين الظهري زرعت عندي دكتور هذه بسنان تحت فوق يعني مليان الحمد لله مبسوط مرتح مفيش آلم كل الجراعة في العيادة وتعالجوا كل جدا منتشرة بالدكتور عادل دخلنا هذا النظام اللي هو موضوع الزراع عن طريق الشتاء البازالي كيف يميزك عن باقي العيادات خاصة انك انت تستقبل ناس من الشمال من الجنود طبعا انا نتميز هون ان زي ما قلتلك يعني من الزراع للمريض بغض نظر ان حاته سريع بغض نظر ان وضع موجود هنا يعني كثير من المرضى بدهبوا لعيادات في البلاد بقولهم بدقوا رفع جيوب عنفية او بدقوا زيارة عظم حتى ممكن بعد مرضى المشاهدين يقول لك انا روح اتعالي قلنا ما بنزرع لك كل من التالي ما بنزرع لحي انه يعني مش موجود احنا اي مريض بيجي عندنا هون يعني اي مريض بنزرع له بالعظم الموجود عنده يعني لا نحتاج الا زيادة عظم بكمية العظم الموجود عنده و هذا الانسان حتى لو مقلع اسنان اله و لا بستقلوا حسر سنوات او 20 سنة حتى للمرضى اللي عنده مسكري المرضى اللي عنده هشاشة عظام المرضى اللي باخده ادوة ضغط و عنده مميئات ما بنقول بعمل شق اللثي بنستغل اي مريض بيجي عنده اي مريض بدخل عنها ما بنقول حالته الصحية كبير في السن صغير يعني حتى تسراع المرضى هو بتسعين سنة انا متميز انه زراعة بتتم خلال ثلاثة ايام يعني وننهيها اربع ايام للمرضى اللي بكونوا مقلعين اسنانهم اللي ما بكونوا مقلع بحاجة الى قلع منقوم بقلع الاسنان والزراعة ووضع دشتورة موقعة الى مدة ثلاث شهور ونركب لهم بعد ثلاث شهور الاسنان الحياة ونصمم هذه الزراعات لبقى نشهر يعني من الشركة ويعني الزراعات حتى بيستغلهم هم تصميم واحنا في المركز السويسي لطب وزراعة الاسنان يعني الانوان الرئيسية الظاهرية حظة الخليل منراحب بالجميع انا شغلين بطريبا ايام الاسبوع فاي شخص بدي يجي اهلا وسهلا وهي سجود ان شاء الله احنا اي شخص كمان بيجي على طريقها زي ما حكينا احنا له محامرة خاصة وإله خاصة ان شاء الله